معنا واحد من اللجنة من النجوم الكبار اوي كابتن فاروق عفر روأة مساء الفل يا روأة حبيبي انت طيب وحشني وانت طيب حبيبي يا روأة وحشني والله كنا عايزينك معنا فان شاء الله الاسبوع الجاي كده ولا لبعض ما طيب ده بإذن الله يا روأة بمشيط ربنا درش ان شاء الله باتكلم انا والاستاذ اهاب على المشروع القومي بتاع الميت او الالف محمد صلاح فبيقول لي مين اللجنة وانت دخلت معنا فطبعا انت اللي لازم ترد مشانا بقى ازاي حننطقي ومين اللي حينطقي وحيعملوا ايه وحنعمل معاهم كده يعني الله يا مصطفى بصراحة احنا الغاية الغاية دلوقتي احنا مش عارفين الظروف استقر علي ان كان معالي الوزير كان سافر رحوا لندها عشان بيشوف الحاجة زي كده يعني مدارس زي ما احنا كنا بنتكلم بيكون في المدارس اه اه كنا جربت الاحتراف او العاشة بتاعت اللعيبة او انتقاء اللعيبة من الدول اللي منتقدمة في الموضوع ده طبعا هولان ده بلجيكا المانيا اه مع الوزير كان سافر ويمكن دلوقتي فيه اه اه او كلف كابتر محمود سعد ان هو يعمل سامح او وهو دكتور جمال محمد علي ان هو معاملو مسح شامل على مستوى الجمهورية اه عشان يشوف العيبة طبعا المسح الشامل ده ملوش دعوة المسح الشامل ده بقى الاندية مش المراكز الشباب اه الانتقاء ده حاجة تانية خالص غير الاندية او غير اتحاد الكورة غير المسابقات الانتقاء انت ما يكون العيب في نادي وانت بتكتشفه ده موضوع تاني ده اللعيب ده تعالي مش بتاع مصر اه يعني فيه مشروع احنا بنعمله للبلد المشروع ده احنا بنشوف الولاد اللي فراك الشباب فيه كوادر والعيبة وعندها قدرات وكفاءات وامكانيات عالية جدا موجودة فراك الشباب مش موجودة في الاندية او ما خدوش حقهم او ما حدش اكتشفهم فاحنا شغلتنا او شغلة البلد في الفترة اللي جاية تكتشف المواهب ده ام لكن من المواهب اللي موجودة في الاندية الاندية هتحافظ عليها اه فالقل احنا نفرق ان احنا اكتشاف مواهب اه تطلع بشكل جديد بفكر جديد بأداء جديد بطموحات جديدة بدوافع جديدة ولعيبة موجودة في الاندية الموجودة في الاندية انت متقدرش ايه اه خالص خالص واحنا لازم هنا نفرق بين اللعيبة اللي هم ده احنا بنكتشفهم في شباب يعني فيه لعيبة حسن من هنا ما كانش ليهم حظ ان حد ده اكتشفهم صح صح احنا بنقوم بالدور ده ان احنا ازاي نكتشف اللعيبة ازاي نشوف اللعيبة ازاي احنا في الفترة اللي جاية نروح على الاعمار السنية ونبتدق نشوف اللعيبة يعني نشوف اللعيبة برضك بالعلم وبالثقافة لكن انا من وجهة نظرة ممكن كنت انا وانت ومجموعة من زمانينا كنا عاديين بنتكلم ان المدرسة المصرية الوحدية ما عملتش تجربة دي ان كل التجارب كانت فردية اللعيبة سفرت وعملت العاشة برا فردية لكن كقوام لمدرسة تبقى عندها الابداع والابهار والعندها اللعيبة تقدر تعدمه بشكل كويس وتعود اللعيبة انت عندك مراحل كتير يا مصطفى بالظبط احنا من تسعة لتمنتاشر يا فرق مش كده بالظبط احنا من تسعة سنين حداشر حداشر تلتاشر تلتاشر خمستاشر خمستاشر سبعتاشر دولة المراحل اللي عندنا لكن انا بتكلم في نقطة مهمة يا مصطفى الناردة بتتعامل مع اولاد في مراحل سنية في مدارس حتى حيروح اي بلد عايز تعلم لغة عايز تعلم العاشة واعتمد على نفسه عايز يقدر يتحدى الغربة بيبتدي يعمل تواصل مع اهله بيبتدي يعيش وانتمج مع الحالة ويبقى عنده طموحه الدافع ان هو يوصل للهدف اي واحد بيستافر بيخرج برا البلد بيبقى عنده هدف ان هو عايز يحققه هي رؤى الحتة اللي كان بيكلم عليها ايهاب على محمد صلاح ان محمد صلاح اتعلم لغتين في اقل من سنتين فزي ما كنا بنكلم معادي الوزير واحنا عادين مع بعض ان الناس اللي كلها هتتعلم لغات من هنا يا اصد ايهاب يعني من هنا نفس اللي حصل لصلاح هتعلم لغة هنا قبل ما يسافر يعني حيسافر جاهز بلغته يعني مش هيبقى مجرد تلاديه بس ان احنا في المدارس المدارس دي حيبقى شق تاني ان هو هيكمل دراسته يعني احنا اللي بنتابع ده احنا الدمان ما هنجيب خبرة احنا هنجيب ماشي عطي قدر تصفر الولد قبل سبحتاشر تمنتاشر سنة انت بالتالي ما تجيب هنا الخبرة تشتغل معه انت بتكتشف اكبر قدر والناس دي متفرسة والناس دي محترفة فحيساعدوه بشكل كبير وبالتالي انت بتحافظ على الولد وجوده في المدرسة ومحطوك في الناحية التعليمية لا افرد لا اقدر الله ما اوفقش في الناحية الرياضية يبقى يكمل الناحية التعليمية بس الاستاذ ايهاب قال جملة مهمة جدا يا رؤى قال بيقول يا كابل مصطفى الالف كتير فعلا الالف كتير يا فاروق بص انا عايز اقول حاجة الالف ما انت الاستمرار لو انت معاك الف العيب في المراحل السنين انت عندك خمس مراحل يعني خمسة على الالف يعني كل مرحلة فيها متين لعيب متين لعيب دي احنا ما بنروح الاندية ونبدأ في النادي بنبقى مثل 78 لعيب بنبدأ النصف في الغاية ما نبقى 14-15 لعيب من الحكام اللي بعضنا انت هتعمل قياسات القياسات ليها دور النواحي التغذية ليها دور النواحي النفسية والمعنوية ليها دور تموح اللعيب بقى ذات نفسه والأسرة بتاعته هتشجعه ان هو يستمر انا عايز اقول حاجة لو صلاح في الاهل او في الزمالك مكنش لعب مكنش حيسافر وده اللي لازم احنا نقوله بقى الوزير عارف ان اللعيبة اللي في الاندية الاندية مش هتسمح لها انها تسافر الاندية هتخبيها احنا بنكتشف مواهب ما خدتش فرصة حد يشوفها ما انا كشاف ازاي او انا بشوف وهو ده الرد على الأستاذ اهاب وبعدين يا رؤى دلوقتي الاستمار بخمسين جنيه وبستين جنيه وبتلاتين جنيه يا اصوات اهاب يعني لو كتعالى ايامنا بجنيه ولا بخمسة جنيه ما كناش جينا لو رحنا النادي الاهلي ولا فاروق عفر رح نادي الزمالك فاحنا دورنا يا مصطفى كان بعملولنا الابونية عشان نرجع انا كان انا كان بيوديني خمسة جنيه في الشهر احنا كده والله الله يرحمهم كابتن حدي الله يرحمهم جميعا يا رؤى الناس اللي ربيتنا اه طبعا 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 محشنا يا مالك النص دلوقتي يعني حبيبك عيد ميلاده النهاردة كابتن مصطفى على فكرة عيد ميلاده النهاردة اه خمسة وعشرين اتناشر يدوبك ستة وعشرين سنة لا ستة وثلاثين بلاش ستة وثلاثين اه جادي ايه والزلط حبيبه رؤى عشرة عمره طبعا شكرا الرؤى مرسيح حبيبي بالتوفيق ان شاء الله بإذن الله